هو الأهم القرارات خليني عيدة على حضراتكم أحمد سلم متحدثا رسميا باسم النادي هشام نصر القائم بعمل مدير التنفيذي بشكل مؤقت اللي هو طبعا نائب رئيس النادي الكابتن أحمد سليمان وكابتن حسين سعيد مشرفين على قطاع كرة القدم الكابتن حسين يوسري مشرف على قطاع كرة اليد الكابتن أحمد مصطفى مشرف على قطاع الكرة الطائرة الكابتن طارق السعيد مشرف على قطاع كرة السلة بالنسبة لقطاع الناشئين في كلام كتير جداً عليه لكرة القدم في نادي الزمالك وفي أسماء مرشحة أبرزهم الكابتن طريق السيد الكابتن واقل الأباني أنا بقول لحضراتكم من دبن الأسماء اللي ترحت مش شرطه يكون هم اللي حيجوا أنا بقول لك الأسماء المرشحة فدي برضو من دبن الأخبار المهمة اللي ليه علاقة بنادي الزمالك أكلمك بصراحة تعال نتكلم بصراحة نتعود مننا كده دايماً يعني السياسة اللي ماشي بيه مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد هو طبعاً ما الحقش بس بيها فيه بوادر بيها فيه مؤشرات الإسلوب اللي ماشي بيه ده إسلوب مباشر جداً هو إسلوب إيه؟ التخصص كل حاجة عاملين حسابه مش معنى كده أنه ممكن ما يكونش فيه سلبيات لا لو فيه سلبيات هنتكلم عليها سأبقول لك أنه واضح إن المجلس الجديد ده بيحاول يتضارك الأخطاء الكارثية اللي وقع فيها مختلف المجالس السابقة في نادي الزمالك واللي كان نتيجتها معاناة جمهور نادي الزمالك وعضاء الجماعة ومية فالناس دي واضح إنهم مش جايين يهزاروا لا هم جايين إيه؟ عارفين المشاكل عارفين يحلوها إزاي آلية العمل تكون ماشية إزاي بالأسلوب ده بالأسلوب ده لو استمر نادي الزمالك على هذا النهج في آلية العمل حيبقى نادي الزمالك حيتعب النادي الأهلي هتقول لي تمال ده ومال ده لا هقولك بقى نتكلمك بقى أبسط راحة وقت لما تيجي تتكلم مع الأهلوية تسألهم هل أنتوا بصين لنادي الزمالك في حاجة؟ أو نادي الزمالك بيعمل إيه؟ فلا أهلي ما بصش نادي الزمالك جمهور الأهلي ما بصش نادي الزمالك السجمهور الأهلي كان حاسس بأريحية تامة بخصوص المنافسة على كل الأصعادة في ظل تواجد المجلس السابق أنا بجيب لك من الآخره بصراحة يعني طول ما كان مرتضى منصور موجود بمجلسه كانت تحس إن إيه الناس متطمنة الناس متطمنة في الأهل هنا بتكلم على مستوى الجماهير متطمنة مجلس الإدارة كده كده بيشوف شغله مجلس الإدارة كده كده مش بصص لحد لكن إحنا بنتكلم عنه نفسة أزالية رياضية ما بين قطبايا القرى المصرية فالمنافسة دايماً هتلاقي فيه ده بصص لده ده ظروف ده إيه بالشكل اللي ماشي به النادي الزمالك دلوقتي في المجلس الجديد ده والترتيب والسيستم ده حيتعب النادي الأهل يعني النادي الأهل لو بيركز دايماً بنسبة 100% أو 150% لازم يركز بنسبة 250% واخبالك فهنا حلاوة المنافسة أكتر لما الظروف هنا هتبقى كويسة وكده كده الظروف هنا كويسة فحتلاقي المنافسة بقت ممتعة ومسير وده حيقعود بالنفع على كل جميع الكرة المصرية آه حيبقى فيه هنا ده مركز وده عايز يبقى هو الأفضل وده هو الأفضل تمام؟ بس الناس كلها هتتمتع بالرياضة وبالمنافسة الطبيعية اللي احنا بننتظرها داي أنا بحب أتكلم يعني بصراحة ترجمة نانسي قنقر